بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لما فرغنا من تفسير الآيات من قوله تعالى ولا تؤتس فهاء أموالكم إلى قوله تعالى نصيبا مفروضا نريد أن نستفيد منها ما يسر الله سبحانه وتعالى من فوائدها وأحكامها فهذه الآيات تدل على أحكام تدل على وجوب حفظ الأموال ما للإنسان وما لغيره من من هو ولي عليه وأن هذه الأموال لها قيمتها ومنفعتها للمجتمع وتدل الآيات على حرمة الأموال وأنها لا يتلاعب فيها ولا تضيع ولا يعتدى عليها قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويوخذ من هذه الآيات وجوب الحجر على السفهاء والحجر معناه منعهم من التصرف في أموالهم لأجل حظهم أو لحظ غيرهم فالحجر على القاصر إنما هو لحظه ومنفعته هو لأن لا يضيع ما له والحجر على المفلس إنما هو لحظ الغرماء والدائنين فالحجر وارد في الإسلام لمصلحة حفظ المال ومصلحة المحجور عليه إن كان من القصار أو مصلحة غيره إن كان مفلسا ويوخذ من هذه الآيات أن الأموال تقوم بها مصالح العباد ولهذا قال سبحانه التي جعل الله لكم قياما أي تقوم بها مصالحكم وحياتكم فالأموال لها أهمية في مصالح المجتمعات أفرادا وجماعات ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لأن المال به تقوم مصالح العباد فلا يجوز إضاعته ويوخذ من هذه الآيات وجوب الإنفاق على الزوجة والأولاد والأقارب الذين ليس لهم ما يغنيهم فيجب على قريبهم الغني أن ينفق عليهم قدر حاجتهم وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي هو من مزايا المجتمع الإسلامي كما تدل الآيات على وجوب الإنفاق على الصغير من ماله لقدر حاجته وأن وليه ينفق عليه من ماله الذي هو تحت ولايته ينفق عليه من ماله قدر حاجته ولا يحرمه بحجة أنه صغير أو أنه قاصل وفي قوله تعالى فارزقوهم فيها ولم يقل منها دليل على أنه يجب أن أن تنمى أموال المحجور عليهم من الصغار ومن في حكمهم أن تنمى بالاتجار فيها حتى لا تأكلها الزكاة وحتى تكون ولا تأكلها أيضاً النفقة فتكون تدور في التجارة والتنمية حتى يحصل منها أرباح تسدد الإنفاق وتسدد الزكاة وتزيد في الأموال ويأخذ من هذه الآيات تطيب خاطر اليتيم بأن يقال له بأن يقال له قول معروف تطيب به نفسه بأن يقال مثلاً إنه سيعطى ماله إذا كبر وأن ماله محفوظ لمصالحه حتى يحسن استلامها والتصرف فيها وأنه ليس المقصود من الحجر عليه ليس المقصود حرمانه من ماله كما يوخذ من هذه الآيات وجوب دفع مال اليتيم إليه وذلك يقتضي حفظه والعناية به حتى يدفع إليه عند أواني الدفع لأنه لا يمكن أن يدفع إليه إلا إذا خفظ وا اعتني به ولكن الدفع يشترط له شرطان الشرط الأول البلوغ بلوغ الحلم وزوال الصغر الشرط الثاني الرشد في ماله بأن يحسن التصرف فيه فإذا توفر هذان الشرطان وجب الدفع وإذا حصل البلوغ ولم يحصل الرشد فإن الحجر يستمر لأن الحاجة لا تزال داعية إليه ويوخذ من هذه الآيات أن الكبير إذا لم يكن رشيدا فإنه لا يزال الحجر عنه لأن الله جل وعلا رتب دفع مال اليتيم إليه بشرطين الشرط الأول البلوغ والشرط الثاني الرشد والمرتب على أمرين لا يحصل بحصول أحدهما هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر